ببرنامج دردش مباشر مستمرين. الى ان نالك الله سبحانه وتعالى من اجل دفاعا من جميع الله. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هنا يا اخواننا الاحبة. يعني انا انا عايز اعرف بقى بجد ايش فيدت اربع ائمة. ولحد زمن ابو جعفر. اه الاحبة الكرام اللي هو اه الامام محمد الباكر. قبل زمن الباكر. تمام? ما كانوش الناس عارفين الحاجات دي. فالنهاردة انا عايز اعرف ايه دور الامام? علي. دور الحسن. دور الحسين. دور علي بن الحسين. عايز افهم. عايز افهم. ومن حقيقنا نفهم. ومن حقيق كل واحد مستمع معنا يفهم. اما انتم النهاردة اصل احنا الشيعة على الحق. واحنا الشيعة كتب. في احد الاخوة كان كتب تعليق بالحق برضو. على فكرة انا يمكن اغربية التعليقات الموجودة على الحلقات بقراها اخواننا لاحبة. وفيه تعليقات بحط عليها اعجاب. طبعا نوع من انواع التقدير لمن كتب المثلا العبارة او بفاهمه ان انا قريت عبارتك. اه وتقديرا مني رضا عليك معلش لاني ببفيه تعليقات كتيرة بالمئات فبدي يعني عجابات على تعليقات. يعني انا قريت تعليقات. بعد بيقول انت يا سيد اشرف هل طيقنت? انه لا فائدة. من النقاش مع الشيعة? افهم من حلقاتك اللي اللي فيه شدة وغلظة. لا يا طيب. ومش مش فائدة النقاش مع الشيعة. اعلم دايما تسعة وتسعين في المية من المتصلين. ونحط تسعة من عشرة جنبها. دول اصلا داخلين يوقعوا اشرف غير. هم مش داخلين لهمهم دين ولا همهم بطيق. هو لا عايزين دين ولا عايزين توحيد ولا عايزين عبادة ولا اهل البيت ولا الكلام ده هو مشكلتهم شخصية. اشرف غير. مشكلتهم شخصية كل يعني. مشكلتهم شخصية عن لا. لا بيدوروا لا عن حلال ولا عن حرام ولا رد شبهة ولا اي حاجة. يبقى داخل اصلا يسكت هذا الشخص فقط. انا ما بدورش عليه دايما. المتصل ده هو وسيلة للمستمع بالنسبة لي. المتصل هو وسيلة المستمع بالنسبة لي. وعدم الاتصال هو ايضا اكبر وسيلة للمستمع بالنسبة لي. ليه? لان المستمع. هناك مستمعين سواء سنة او الشيعة. ونقول بالترتيب الشيعة. باحسين عن حق. عايزين يشوفوا الردود الشيعة على اشرف غريب هتكون ايه? وهل فعلا هناك من نجح في الرد على اشرف غريب? ام الجميع تساقت? كذلك من السنة هتلاقي ناس عندها هزة في العقيدة. هتشوف فيه اشرف صمد او لم يصمد. او ده الفرق اخبرنا لاحب. انا مش هدف المتصل ابد. وعندما ادخل مناظرة لا يكون هدف مناظر ابد. انا هدف دائما من وراء هذا. المستمع. الباحث. هو ده اللي دايما يشغل تفكيري. اما نقاشات هؤلاء يا طيب. انا لما بنزل هؤلاء لان انا خلاص. يعني احنا دايما بتشبعنا ان ده ما عندوش رد. الا دا كنت عادة اطول البرنامج لساعتين وثلاثة وهسيب كل واحد يتكلم براحته. ومش هنستفيد حاجة الا اللي احنا يعني هتتعصبه في النهي. يوبا ازا انا بقطع العرق من البداية. انا خلاص اي اقطع عرق وساح دم وزي احنا اقول مثلا في المصري. وانا انا حيب وبرك الله فيكم. احنا فاهمين دول اصلا داخلين ليه? يوبا ازا انت ما عندكش اجابة? روح. ممتاز? ما عندكش دليل روح. زي ما كنا قولها روح نام. بعد كده غيرنا خش في الحيطة. تمام? يعني كده الامور اخواننا روحبة? نعلم منها ان هؤلاء لا يعلمونا شيء.